عرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لعملية إطلاق صاروخ إيراني قال إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية في أقليم هورموس جان بجنوب البلاد يوم الخميس لكن واشنطن قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الحادثة وقال إنه يشتبه في أنها أسقطت بالخطأ مشيرا إلى أن الأمر كان سيختلف كثيرا بالنسبة له لو كانت الطائرة مأهولة وبدى من التصريحات أن ترامب لا يتطلع لتصعيد أحدث واقعة مع إيران وذلك بعد أن قال عبر تويتر إن إيران ارتكبت خطأا جسيما